السلام عليكم اهلا بكم في قناة الميستر نهاردة هنحل الكتاب المراجعنا هي بت باي بيت سنة تلتة عدادي هنحل التست تسعة وعشرة من صفحة 124 لصفحة 129 تظرونا نبدأ بالصفحة 124 التست رقم تسعة اول سؤال عندنا المحادثة نقل الراس المحادثة كويس اكاستمر يعني زبون استوكينج تو اشوب اسيستنت بيكلم ايه باقع في محل بفور باينج قبل ما يشتري ا نيو كمبيوتر كمبيوتر جديد فاكاستمر الزبون بيقول هاو كان ايوز ذيس كمبيوتر كيف استطيع ان استخدم هذا الكمبيوتر فراح ايله الباقع اسيستنت قاله فرست اولا مثلا بلاج ان ذا كمبيوتر يبقى نوصل الكمبيوتر بالكهرباء تمام طيب هنا كاستمر قال راح اسأله سؤال فرد عليه الباقع وقال له استخدامه ليس صعب يبقى ايه ده بقى لاس تفهم بايه بهل يبقى هنقول ايه هل استخدامه صعب يبقى ايه من الصعب استخدامه وممكن طريقة تانية ممكن نقدمه ايه هنا ونقوله ايه is using it difficult الاتنين صح برضك فهنا يزبون سأل سؤال فرد عليه الباقع وقال له yes it's advisable يعني من المستحسن يعني يجب عليك يعني to make a strong password تعمل password ايه قوي يبقى برضك في yes هنا يبقى اذا ده استفهم بايه بهل يبقى حيقول ايه هل يجب علي اعمل ايه كلمات سر قوية should i make a strong password بس او ممكن تقدم is ديت برضك وتقول ايه is it advisable وتكمل لحد الاخر بقى الاتنين ايه صح ايه customer يزبوني هنا سأل وقال can i use letters and numbers يعني هل يمكنني استخدم ايه حروف وارقام في كلمة السر ديت حيقول له ايه yes ما تقولش yes وتسكت عشان ايه كده الايابة هتبقى ايه نقصة yes you can use وتكمل بعد you can use and numbers يعني هتحول اي ديت الى you وبعدين ترجع كهان مكانها تاني تقول له you can وتكمل بقى هنا customer يزبوني قال what should i do ماذا يجب عليها افعل if i need help لو انا محتاج مساعدة لو انا احتاجت مساعدة بقى ومش عارف مثلا اشغل اليه الجهاز حيقول له مثلا you should call us يجب عليك انك ايه تتصل علينا دي اجابة من الاجابات في اجابات انها تنفع او عادي واردك بس تكون اجابة مناسبة السؤال اللي بعده السؤال التاني القطعة عندنا ايه ست كلمات هنختار منهم ايه اربعة عشان ايه نكمل بهم القطعة اللي ايه معانا ديت هنقول فكريتا كده ومعناها my family and I انا قسرتي are looking for the two نتصلع الى القيام بايه trip برحلة يعني to the huda gardens حضائق الهدى they are open بتكون فتحة وبعد النوع تقال لي هنا ايه ساعة تسعة صباحا هتبقى الاولى الساعة بتاخد ايه اات تكون فتحة الساعة ايه تسعة صباحا التكس ابقى وتستغرق حوالي ساعة للوصول هناك buy car بالسيارة the online رقم اتنين هتبقى reviews المراجعات اللي على المكان ده عبر الانترنت are fantastic تكون رائعة the gardens have lots to see يعني الحضائق دي فيها ايه كثير انك ايه تشاهده يعني حاجات كثيرة تحبت ايه تشوفها we will make sure سوف نتأكد that way ان احنا ايه هنكون لابسين نقطة shoes احزيها ايه هتبقى الاجابة مريحة comfortable ثلاثة دي اخر حاجة خالص there is also يوجد ايضا a small نقط and a museum ومتحف يوجد small lake بحيرة صغيرة ومتحف السؤال رقم ثلاثة سؤال الكتاة هنقول فكرته ومعناه كله عن ايه dolphins الدرفيل dolphins have been a popular attraction يعني له جذب ايه شعبي لشعبية يعني في حضاق الحيوان recent years في الايه السنوات الاخيرة they are more interesting بيكون ايه للدولفين ده اكثر تشويقا من الايه tigers النمور والاسود because they are more active لاني بيكون ايه اكثر اكثر نشاط وبيكون and perform tricks ويكون بالايه tricks اللي ايه الخدع يعني واللعب اللي بيدعبوها فين في السيرك مثل الحيوانات ايه السيرك بالرغم ان هم they want to do as the trainer wants بيعملوا كل اللي المدرب بيقولهم عليه فهم بي ايه بيحصل للدولفين ده انه جيت بورد يا مال اللي يزهق عشان كده العلماء بيقولهم ان ايه scientists believe يعتقدهم ان الحيوان ده ايه intelligent ايه ايه عنده ذكاء يعني Dolphins are believe يعتقد ان هم they are the nicest creatures يعني قلطف حيوانات في ايه في البحار في قصة عن الدولفين ان هو ايه بقى sailors ساعد بحارة كانوا على وشك انهم ايه drone يعني يغرقوا يعني فهو ساعدهم انقاذهم يعني بقيت القطع في الصفحة البعدية صفحة 125 ان افريكا في افريكا يوجد اتنين ايه Dolphins نوعين يعني to help sailors مدربين على انهم ايه يساعدهم البحارة يعومهم وكما بيخوفهم sharks away وبيبعدوا كمان ايه اسماك القرش عن ايه البحارة يعني بيحموهم كده كل الكلام عن كده اه هنا من اول كلمة children children also love seeing dolphins برضك الاطفال بيحبوا مشاهدة ايه Dolphins ده لانه حركاته ايه fast actions سريع وكمان بيعمل حقيقات ايه حقفاني نشوف الاسئلة رقم واحد هتبقى طبعا ايه Dolphins القطعة كلها عن ايه Dolphins رقم اتنين the underlying word recent مؤخرا يعني حديثا هتبقى ايه يعني new recent يعني جديد او حديث رقم ثلاثة هتبقى الاجابة smart ذكي حيوانات ذكية اربعة why do children لماذا الاطفال love seeing dolphins يحبوا مشاهدة ايه الدولفن جيبها من القطعة الاجابة as they like there لان الاطفال بيحبهم their fast actions حركاتهم السريع and funny way of playing وطريقتهم في المضحكة في اللعب والجامبنج والكافز وكمان ايه السؤال الخامس where do dolphins live اين يعيش الدولفن طبعا in the sea في البحر ستة how are dolphins you فيكون الدولفن ده ايه مفيد نجيبها من القطعة وما طبعا ليه هم help sailors بيساعدوا ليه البحارة swim نقول من اول هنا swim and frighten sharks away وكمان بيخوفوا ليه السمك الايه القرش بعدوهم عن البحارة ممكن كمان نقول نضيف على كده نقول they perform tricks بكموا بالحيال and amuse who sell them people in the circus في السيركوف حديقة ايه الحيوان السؤال اللي بعده السؤال الاختياري رقم واحد not is the quality هي السمة او صفة انك تكون of being kind اكون ايه عطوف and helpful متعاون تجاهل ايه الناس الاخرين يعني kindness العطف رقم اثنين he works hard ويعمل بجد to improve his skills عشان يحسن مهاراته improve has the same meaning لها نفس المعنى لكلمة ايه يحسن يعني يطور ينمي develop ثلاثة mister حسام always teaches us دايما بيعلمنا how to be positive ان يكونوا ايه ايجابيين positive is an antonym مضاد الكلمة ايه positive ايجابي عكسها سلبي negative رقم اربعة this man is not kind هذا الرجل ليس عطوف this means that he is not kind يعني عايزين نجيب بقى عكس kind هنحط لها ايه un unkind غير عطوف خمسة to change the adjective كلم عشان نغير الصفة كلم هادئ ديت الى adverb ظرف we add the suffix ننضيف لها ايه اللاحقة اللي هي الحروف اللي بتيجي في اخر الكلمة نضيف للك كلم ايه تبقى ايه عشان تبقى ظرف تبقى نحط لها الي تبقى كلم ليه هدوء صفحة 126 رقم 6 his words كلماته made as love خلتنا ايه نضحك ايه بقى هي ووز ايه بقى ايه بقى كان joking يمزح السؤال الخامس احنا مجاهزين الاجابة بس عايزين نفهم السبب جات ليه رقم واحد where هتبقى ووز لان مروه مفرد متخدش where تاخد ووز رقم اثنين travel هتبقى ايه ماضي traveled نحاولها الى الماضي عندنا قاعدة since قبلها ايه مدارع تام وبعدها ماضي بسيط ثلاثة the morning ديت متخدش قات تاخد in in the morning في الصباح اربعة or هتبقى نور عشان مع neither بنجيب نور لا ولا خمسة made هتبقى نرجحها للمصدر هتبقى make ايه نجيب الفعل في المصدر الصفحة اللي بعدها صفحة 127 التست رقم 10 بردك اول سؤال عندنا المحادسة رأس المحادسة كويس نورا is talking about here mobile بتتكلم عن الموبايل بتاعها that isn't working اللي ما بيشتغل فيه نورا بتقول my mobile isn't working مجد رد عليها وقال لها when did you lost the charge it متى ايه اخر مرة شحنتيه اي اجابة بقى بس تكون ايه اجابة قريبة يعني عشان ايه يبقى كده نبين ان الموبايل ايه ما استناش في الايه الشحن i lost the charge it five hours ago من خمس ساعات بس خمس ساعات مضت مجد قال do you charge your phone overnight هل بتشحنيه طوال الليل ردت نورا وقالت yes i charge it overnight is that wrong يبقى هنا ايه لازم تكون الاجابة كده بيس يعني هل هذا خطأ قال لها هذا غلط انت بتعملي ده يبقى جابة رقم اثنين yes i charge it overnight طولش يس وتسكت تبقى ايه جابتك نقصة وتنقص في الدرجة رد و ايه مجد ولا yes it is هذا خطأ i think you need to buy a new battery اعتقد انت عايزة تشتري ايه بطارية جديدة راح تنورا سألها سؤال قال لها it's about ايه تمانها يعني بمجين ايه يبقى how much is it كم سمن الايه البطارية how much الاداة استفهام وجبنا فعل مساعد ايه اذا هوت وجبنا it فنورا راح تسألها سؤال مشان فيها علامة استفهامية رد وقال i'll get it يعني سوف ايه اجيبها يعني احصل عليها تموره غدا فحنقول يبقى تقول له يبقى متى انت ايه سوف تجيبها تحضرها متى سوف ايه تحصل عليها يبقى when متى ونجيب فعل مساعد وين اللي هوت جبناه وبعدين when will you get it هاي تقول bring ماشي صحة بردك يعني تحضر صح buy صح بردك تشتريها كده نورا راح ترد اقداله thank you شكرن ممكن تقول thank you تسكت او i need it so much انا محتاجها ايه جدا ايه 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 جدا السؤال اللي بعده رقم اتنين بردك لسؤال قطع ليبقى كلمات اللي مندها لي في واحد بيقول اي بوت انا اشتريت ا نيو لابتوب اشتري ايه لابتوب جديد طبعا هنختاره في رقم واحد يستر دي امس بتنفعش توموره بقى غدا لان الكلام عن الماضي بوتا في الاول انا ايه رحت موصله بالايه الكهربا هتاخد حرف الجر هنا ان ايه يعني الابتريه علم ان تسيبت الثلاث ساعات ثم ايترنت ايه وبعد يا الواح تمشغله بقى يبقى ترنت ات ايه بس بعد كده بقول بقى كتابت بقى ايه ماي نيم واختارت بقى باسور ده كلمة سير ذات نوبادي اللي مفيش حد ايه كود يقدر يهايه يبقى يخمن اربعة جس السؤال اللي بعده سؤال القطعة دي عبارة عن ايه بقى عن لتر خطاب كتبا ايه واحدة كتبا اللي ميل صديقتها اسمها ايه دير مونا عزيزتي مونا ايا مصوري انا اسف ان انا ايه ايه ما كتبتلكيش الاسبوع اللي فات كتبتلهاش يعني ايه لتر او كده خطاب او ايميل ايوز بيزي كنت مشغولة مع ايه امتحانات الترمي التاني انلاقلي دي يعني ايه لسوء الحظ اللي امتحانات كانت ايه difficult صعبة واضطريت ان انا ايه اذاكر ايه بجد study very hard اول امتحان كان اللغة العربية كان طويل long وصعب كلمة تسهلك قطعة دي امتحان التاني كان ايه برده كان امتحان الانجليزي كان كمان ايه hard صعب then i had science امتحنت بقى العلوم والرياضيات وايه social studies ضد دراسات مادة الدراسات الاجتماعية ايه صفحة 128 بقت الايه القطعة i finished all my exams انا خلصت كل امتحاناتي خمس اللي فات هنا بقى بتقول لها انا بكتب عشان اقول لك we arrange احنا نرتب عشان نيجي ايه اسكندرية please wait for me من فضلك انتظرين فين at the station في المحطة يبقى جيين بالايه بالقاطر we are coming احنا جايين next Friday جمعة الايه القادمة خلصت على كده بقى ايه طيب وهنا بقى مضت اسمها تحت مين سارة يبقى اللي كتبت الايه الليتر كله يبقى مين سارة هنا بقى اقول سؤال ده بس جي ازمين لي عباوت القطع كله عن ايه بقى يبقى exams اساسا عن الامتحانات فيش حاجة تانية تنفع رقم اتنين the writer is coming to alex by الكاتب يعني اللي كتبت الايه الليتر ده جاية بالايه اقولنا by train بالقطار ثلاثة the Arabic exam وصو امتحان العربي كان ايه بقى hard كان صعب جدا السؤال اللي بعد الاربعة who wrote the letter مين كتب الايه الخطاب اه لماذا ده تحت مين سارة to whom لمين يبقى سارة wrote the letter to mona الى mona السؤال رقم خمسة why was it written لماذا الخطاب ده ايه كتب هنقول it was written to كتبته ليه بقى to tell mona عشان تقول لي mona that they they عاد عليها هي واسرتها they are coming to alex نوما جي اللي ايه اسكندرية لو جبتها من القطعة هتلاقي هنا بتقول ايه i مش هينفع تقول i لان لو قلت i بعيد عليك انت لازم تحول الضمائر بقى هادي الايجابة من ايه من القطعة السؤال السادس why was the writer busy لماذا الكاتب او الكاتبة يعني كانت ايه مشغولة لكتبت الخطاب ده as she was busy with her second term exams كانت مشغولة في امتحانات الايه الترم التاني السؤال اللي بعده اختياري رقم واحد واحد ا او او بعد النقط is a large house يعني منزل كبير where children حيث الاطفال who are orphans اللي هما الايتام live and are taking care of ايه يعيشوا فيه ويعتنوا بيهم يبقى ايه اللي هو ملجأ orphanage ملجأ الايتام رقم اتنين the weather was fine التاكسي كان ايه يعني رائع لطيف كده and we had a pleasant holiday وخدنا اجازة ايه لطيفة صار pleasant كلمة ديات it's similar مشابه في المعنى كلمة يبقى nice لطيف ثلاثة it's interesting يعني شيء شايق to climb to the top of a mountain انك تصل لك لأعلى الجبل interesting شايق ديات اذا antonym مضاد شايق يبقى ممل boring اربعة the prefix يعني البادئة حروف تيجي في بداية ال ايه الكلمة in اللي هي aqua ديات in aquarium means معناها طبعا اللي هو الميا هتبقى water صفحة 129 رقم 5 the word kind كلمة kind can be changed into anewon ممكن تتحول الى ايه الى اسم by adding باضافة the suffix اللي هي اللاحقة الحروف بتيجي في اخر الكلمة kind دي عايزين نخليها اسم تبقى kind ns نطف لها n e double s رقم 6 the boys stayed inside the house الاولاد ايه فضلوا ما اوزلوا داخل المنزل because it was raining heavily دين اكا بتشتبغ زارا اللي هيهم من هنا this means هذا يعني that the boys stayed الاولاد ايه بقى بقون فين يبقى indoors داخل المكان السؤال الخامس هنصح الكلمة بين الاقواس الاجابة جاهزة بس هنفهم السبب برضك هنا visited في رقم واحد هتبقى visiting ليه عندنا r استمر في الحالة ديت رقم اتنين big هنخلىها تصريف ثالث big نضيف لها هنا اخير ايه نحط دي بس عشان في هنا هاز هي جارة تصريف التالت ثلاثة هنا 15 minutes عايز اقول في خلال 15 ايه دي هتبقى n بدل ات اربعة shouldn't dnaf هتبقى should يجب بس you should يجب عليك تكون عطوف مع ايه الناس الاخرين 5 or هتبقى نور عشان بردك ما تكرر دي اما قلنا نيذر نيذر نور لا ولا ايه وكده بنتهى الفيديو بتاعنا النهار ده وانتظرو نه فيديو القادمة الحل بقت الاسئلة والامتحانات والسلام عليكم ورحمة الله